أزمة عملة في عدن عدب إعلان جديد في صنعاء شهدت عدن اليوم الاثنين أزمة جديدة في العملة يأتي ذلك بعد يوم على إعلان البنك المركزي في صنعاء سك عملة جديدة بديلة للتالفة أفادت وسائل الإعلام محلية بأن المحلات التجارية بدأت ترفض التعامل بالعملة المحلية في عدن والأكتفاء بالريال السعودي ونقل موقع فريتر سكاي عن مواضنين شكواهم من عدم قدرتهم على التفعب الريال السعودي في ضوء قضع المرتبات وتدهر الوضع المعيشي خصوصا مع اكتراب عيد الفدر المبارك ويعكس قرار المحلات التجارية التحول من العملة المحلية المزورة أصلا إلى العمالات الأجنبية مخاوفة من انهيار جديد للعملة المحلية في مناطق سيدرة الفصائل المهالية للتحالف والتي يصل قيمتها حاليا إلى 1700 ريال مقابل الدولار الواحد في حين لا تزال تحتفظ بقيمتها عند حاجة 540 ريالا للدولار في مناطق سيدرة حكومة صنعاء وتأتي هذه التدورات عقبة يومين فقط على إعلان البنك المركزي في صنعاء استبدال العملة الورقية في أتنئة ريال في أخرى معدنية أشكركم على حصوص المتابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة